يستخدم الحاخام يوفال استعارة فنجان قهوة للقول إن المكان المقدس مليء بالتنقضات مثل خلط الماء مع القهوة ثم إضافة الحليب والسكر شرح ذلك حول مائدة مستديرة خاصة نظمت في جامعة برئيلان في تل أبيب من قبل محرري مجلة القانون والدين والدولة لكلية الحقوق بالجامعة وكانت هذه المناسبة عبارة عن مؤتمر لمدة يومين خصصا للأماكن المقدسة حيث قام أساتذة من جميع أنحاء العالم بمناقشة هذا الموضوع بمنهج أكاديمي من وجهة نظر الفلسفة وعلم الاجتماع والعلوم السياسية للنظر في كافية استخدام الأماكن المقدسة وإدارتها في العالم والعلاقات التي تربطها مع الدولة والقانون كما استمع المشاركون إلى ممثلي الديانات التوحيدية السلاس الموجودة في الأرض المقدسة هناك تناقض داخل الفكرة العامة للمكان المقدس إذا كان الله في كل مكان فلماذا يتم تخصيص مكان واحد له؟ وهناك تناقض بين الرغبة في خلق علاقة حميمة بين الله والمؤمنين في هذا المكان بينما نريد في الوقت نفسه أن يكون مفتوحا للجميع وهناك تناقض في حقيقة أنه إذا كان المكان مقدسا فلا يستطيع الوصول إليه إلا النقي ونريد في الوقت نفسه أن يرتبط ببقية المجتمع لا يمكننا حل هذه التناقضات بشكل كامل ما يجب أن نفكر فيه هو إلى أي مدى يمكننا أن نصل إلى نقطة مثالية في استخدام هذه الأماكن لجعلها مقدسة وفي متناول الجميع وأن تكون مفتوحة ولكن بصورة حميمية الأماكن المقدسة لدينا هي أماكن دينية وهي ليست على سبيل المثال أماكن تمارس فيها سياسة إنها أماكن يمكن للجميع الوصول إليها وهي ليست للمسيحيين فقط ولكن لغير المسيحيين أيضا وتحاول الدولة نفس واحترامها بطريقة معينة دون تدخل وفي علاقتنا بالقوانين والدولة نميز بشكل أساسي بين الغاية العلمانية أن نعطي مال قيصر لقيصر والغاية الروحية أن نعطي الله مال الله يجب حماية الأماكن المقدسة لجميع الأديان من قبل الدولة والطوائف المختلفة في المجتمع لأنها أماكن مرتبطة بالله الإسلام واليهودية والمسيحية هي ديانات سماوية وبالتالي فأن الأماكن المقدسة للمسيحيين واليهود هي مقدسة أيضا في منطقة مثل الأراضي المقدسة الغنية بشكل خاص بالأماكن المقدسة تصبح قضايا إدارة هذه الأماكن وإمكانية الوصول إليها هي قضايا تهم الحياة اليومية للمؤمنين ووجود الطوائف نفسها وهي جزء من طريق مشترك للحوار يشير هذا الحوار إلى أن جميع الديانات الإبراهيمية تواجه نفس المشاكل والتحديات والاحتياجات وإذا أردنا إيجاد طريقا لحل وسط يجب علينا التأكيد على عدم النظر إلى الدين على أنه جزء من المشكلة لكي يصبح جزء من الحل أعتقد أن الهربية سيزأ طيب من التأكيد عن طيب الموقاذ ومثل من التأكيد عن طيب الموجودة لمعنى للتوقف اشتركوا في القناة